تخيل معي انك تكون شخص عادي وتتعرض للحادي ثرب للرأس من طرف لصوص ويغمانك ومن تفايق تلقى راسك عبقري في الرياضيات ومن اذكى الادكياء هذا الشي اللي يقع الدايسون بجيت اجي معي نتعرفه على القصة دياله بالتفاصيل دعمونا باللايك والاشتراك في القناة وما تنسو تفرف الفيديو كامل جي سون بجيت مواطن امريكي من واشنطن تزاد سنة 1979 من اسرة متوسطة مكملش قريته وخدم في محل لبيع الاتات القديم والتحف الفنية كان يكره القراية واكثر مادة كيكرها وبشدة هي الرياضيات فكان دائما كيقول هاد الارقام والمعادلات اشنو غادي تنفعني بحياتي وكيفاش هاد النظريات كتطبق على ارض الواقع وبزاف منه كانوا كيطرحون بس هاد السؤال اوقات الفراغ كان كيقضيها في النوادي والحفلات والصهارات مدة عشر سنوات وهو في الحالة حتى لسنة الفين وجوج تعرض الواحد الحادث اللي قلب ليحياته رأسا على عقب كيلي كيقول باللي وقع له هاد الحدث من اللي كان خارج من العمل دياله وكيلي كيقول باللي كان في واحد الحانة لشرب المخطيرات ولكن المكان ما كيهمش بقدر اهمية الحدث تعرضوا لي جوج ديال لصوص وضربوها لراسه والكرشو بزاف ديال المرات كيقول باجيت باللي في ديك اللحظة سمعت الصوت ديال الدرب على راسه وبالليه بحال شكل ديال الفلاش بين عينيه حس بالدوخة وفقد الوعي وكان من الطبيعي ان الدربة تدير واحد الاثر في حيات جايسون لكن غير طبيعي هو نوعية الاثر اللي خلاته ولا معروف بمعجزة العقل الجميل منوصل المستشفى وبعد تشخيص الاولي قالوا لي الأطباء باللي وقع له ارتجاج في المخ ونزيف الكليا بسبب الدربة اللي كانت في البطن دياله يعني ما عمر عقله يرجع كيف كان من خرج من المستشفى تغيرات السلوكية دياله لدرجة انه لمصاب بالطراب الوسوس القهري وما بقاش كي خرج من المنزل إلا في الليل وفقد الشراء المواد الأساسية المهمة وكي خزنها والدرجة انه كان كي غطي حتى الشراجم كان عنده واحد الوسوس صغير طبيعي ديال النظافة يعني يقدر يغسلي الدول عشرات المرات بالإضافة انه كان كي بلع كل شي بواحد صورة مختلفة كان كي يشوف كل صورة على شكل أنماط وأشكال هندسية مقررة حتى الماء اللي كي خرج من الصنبور كي يبلي على شكل خطوط فالوسيلة الوحيدة اللي كان كي عبر بيها على الرسومات اللي كي بنليه هي الرسم كان كي يرسم جميع الأشكال الهندسية اللي كي يشوف حتى لوحد النهار تلقى صدفة مع واحد العالم ديال الفيزياء ولاحظ الرسومات ديال جيسون ومن سؤوله عليها قالوا أنه كي يوصف الفضاء الزماني والمكاني رباعي الأبعاد نصحه أنه ينضم الدورة لتعلم الرياضيات وتسجل في إحدى الجامعات اللي ساعدته باش يعبر رفضيا على المفاهيم والقوانين الرياضية اللي ولك يعشقها والمدرسين كانوا مصدومين منه لأنه شخص عنده دراء قليلة في الرياضيات وصل لها الدرجة اللي كتحتاج دراسة عميقة باش يقدر الشخص يرسم بحرد الأشكال ويستوعبها وساعدوه كذلك الأخصائيون النفسيون على مواجهة الوسوس القهري اللي كان كيعاني منه وبدأت رحلة استكشاف لأسباب هذا الرؤية للعالم وصير الأشكال الهندسية والرسومات البيانية اللي كي يشوف جايسون توصل مع الدكتور النفسي دارول تريفلز اللي دوز قرابة 50 عام في ميدال البحث لما يسمى بمتلازمة العباقرة أو متلازمة الموهوب ومن بعد ما شخص الحالة ديالو أنه مصاب بهذه المتلازمة الدكتور حس باللي حالة جايسون متميزة على باقي الحالات اللي شف في حياته فقرر يدير له أشيعة رانين ميغناطيسي لتأكيد تشخيص وبما أنه جايسون ما كانش عنده سائمين طبي في أمريكا اضطر أنه يمشي الفيرلندا بالفعل دكتور اللي كان توجهه جوجل الفيرلندا ودارو له أشيعة رانين ميغناطيسي وحطو قدامه معادلات رياضية باش تحفز الدماغ ديالو يشتغل ولاحظوا باللي الأكسيجين كيمشي المناطق في الدماغ ما كيستخدموهاش باقي الناس وهذا السبب والتي عنده هذ القدرات العجيبة يعني فاشتعرض للهجوم وقع له تلف في المخ وحاول المخ أنه يصلح نفسه وهذه الإصلاحات أدات لتوصيلات جديدة في مناطق أخرى في الدماغ وهي اللي اعطاته هذ العبقرية المفاجئة ونتائج تشخيص حتى هي أكدات أنه مصاب بمتلازمة الموهوب أو متلازمة العبقري متلازمة الموهوب هي خال العصبي أو تلف في أجزاء معينة في الدماغ كتصيب بعض الأشخاص اللي كيعانيوا بالطراب في المخ بحل توحد وكتصيب كذلك بعض الأشخاص اللي كيتعرضوا لحاديث ارتجاج المخ وكتلتبن عندهم قدرات عقلية كبيرة وحد الآن باقي العلماء ما تفقوش على تفسير واحد لها غدي نذكر لكم بعض الأشخاص اللي مصابين بمتلازمة الموهوب ستيفن ويلتر هو فنان معماري لكن رغم أنه مصاب بالتواحد إلا أنه عنده واحد القدرة وموهبة فائقة على حفظ المشهد بمجرد أنه يشوفه مرة واحدة فقط يعني كيبقى مترسخ في الأدهام دياله هو كيرسموه بواحد دقة هائلة تمكن أنه يرسم بسف ديال المدن بس يخدم عقله الباطن مجرد ما أنه كيحفظ المشهد بتفاصيله كما أنه لمعروف بالرجل الكاميرا لأنه كيحفظ صورة بمجرد نظرة واحدة فقط أورلاندو سيريال كان طفل عادي كباقي الأطفال أنا كانت عنده 11 سنة كان كي لعب بكرة البيزبول وفجأة درباته للجانب الأيصر من راسه وفقد الوعي ومن الفق كان كي يعاني من صداع وكانت نوابات السرع كل مرة كتتكرر واختفت الواحد المدة ومن داس تلت أيام الأسرة دياله بدت تلاحظ باللي الداكرة دياله اللي تقوية لحد درجة غريبة الدرجة أنه ولك يتذكر جميع التفاصيل اللي كيشوفها ويسمعها وكذلك ولك عنده القدرة أنه يعرف ناتج ضرب أي رقم كيف ما بغي يكون توني سيكوريا جراحة أيضا كان كي مارس العمل دياله بشكل طبيعي حتى الواحد النهار هو يتعرض للإصابة بالبرق ومن ثمه ولك يحس بواحد الإنجي ديب غير طبيعي للموسيقى حتى ولا بارع ولك عنده واحد الموهبة عجيبة ما كانتش متواجدة عنده قبل تبكوا من الفيديو ما تنسوا السلايك والاشتراك للقناة وتفيل زراش ليعصلكم كل سديد